اشتركوا في القناة لحضور سباق كأس جلالة الملك الدولي للقدرة في نسخته السابعة عشر برعاية مجموعة جي اف اتش المالية ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في بلده الثاني مملكة البحرين مؤكدا على اهمية مشاركة فرسان دولة الامارات العربية المتحدة في سباق كأس جلالة الملك للقدرة الامر الذي سيعطي السباق طابعا فنيا اضافيا وتنافسيا مثيرا في جميع مراحله ولدى وصول سموه اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة استكمالا لاستعدادات لانطلاقة اهم السباقات في موسم القدرة البحرينية والاجراءات التي اتخذها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والاجان العاملة في سبيل ابراز السباق بصورة التنظيمية المتميز واظهاره بصورة اللائقة لمكانته العزيزة واشد سموه بالعلاقات الاخوية المميزة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في كافة المجالات مؤكدا سموه ترحيب مملكة البحرين بمشاركة فرسان الامارات العربية المتحدة في سباق كأس جلالة الملك المفدى حيث تؤكد هذه المشاركة حرص الجميع على إنجاح هذا السباق الغالي والعزيز على الجميع وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الفحص البطاري والتقى بعدد من الفرسان وحثهم على تحقيق النتائج المتميزة في السباق والظفر بالمراكز الأولى في سباق جلالة الملك المفد الدولي للقدرة معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الاستبلات المحلية لتأكيد تطورهم وقوة منافستهم في هذا الموسم